امبرح هنكننا بنتكلم مع الاستاذ احمد خيري المتحدث باسم وزارة التعليم وقلنا ان احنا هنبقى معاهم في ان احنا نوضح للناس المنظومة الجديدة بتاعت التعليم الجديد اللي قال عليها دكتور طارق شاوي وعايز اقول لحضراتكو هو دكتور طارق شاوي مفروض الامر اللي جاي رايح البرلمان عشان يقعد ويتكلم الناس في لجنة التعليم شايفين ان الخطوط العريضة كويس بس هيكلموا فيه تمويل لان انت عشان يبقى فيه منظومة التعليم جيدة في مصر محتاجة 2 مليار دولار بنك الدولة قال 500 مليون دولارهم وبعدين الدولة هتشتغل فيه المليار ونص عشان تطوير التعليم وقلنا سمعنا انبارح من الوستر احمد خيري تفاصيل كتير على النظام الجديد احنا النهاردة هعرض لحضراتكو فيه نقاط يعني في 27 معلومة ايه هو النظام التعليم الجديد كل مش بس لان الناس معتقد ان هو نظام السنوات الحقيقة كمان بشكر زملتي الاستاذة نورهان عبد الرحمن من موقع كشكول عملت يعني انفو كده ب27 نقطة بتلخص للناس ايه هو النظام الجديد او ايه هي المنظومة اهو يعني من من موقعنا موقع اه كشكول عملوا المعلومات كل المعلومات يعني هما لخصوا المنظومة الجديدة نظام التعليم الجديد فيه 27 معلومة انا هقول لحضراتكو المعلومات دي بسرعة جدا لانه يعني من باب معاونة وزارة التربية والتعليم فيه شرح الموضوع وتوصيله للناس عشان الناس بس تبقى متطمنة انه فيه نظام تعليم حديث هيبقى كويس ان شاء الله اول حاجة انه تطبيق نظام التعليم الجديد هيكون من مرحلة رياض الاطفال في سبتمبر 2018 احنا يمكن كتبين حتى اه اهو معانا يعني تطبيق نظام التعليم الجديد على مرحلة رياض الاطفال في سبتمبر 2018 مناهج هيكون فيه مناهج جديدة لرياض الاطفال من العام الدراسي المقبل على ان يتم تغيير مناهج باقي الصفوف تباعي يعني سنة ورا سنة هيتم تطبيق نظام السنوية التراكمية اللي هو الامتحان يعني في 3 سنين نشر امتحان في 3 سنين لكل مادة تطبيق نظام السنوية التراكمية على الصف الاول السنة وفي سبتمبر 2018 السنوية الجاية ان شاء الله سنة اقول نظام السنوية التراكمية هيتطبق يا جماعة على المدارس الحكومية والخاصة فقط مش هيطبق على المدارس الدولية نظام السنوية الجديدة اللي هي التراكمية هيكون على مدار 3 سنين وفيه بياخد الطالب 12 امتحان على مدار 3 سنين دول بيحتسب للطالب درجات اعلى 6 امتحانات وبتكون قدامه فرصة للتعويض يعني بياخد بقى افضل درجات بدخول امتحان المادة اكتر من 12 مر امتحانات السنوية العامة هتكون على مستوى المدرسة مش على مستوى الجمهورية يعني مش هيبق عندنا امتحان موحد على مستوى الجمهورية هيبق على مستوى المدرسة هترسل الاسئلة للطالب مباشرة عن طريق التابلت الخاص بيه للاجابة عليها وهيتم حفظ الاجابات بنظام معايد طب التفاصيل دي كلها هتتشرح له هيتم تخصيص بنك للاسئلة البنك ده جميع الاسئلة اسئلته متطابقة في درجة السهولة والصعوب ومن خلال البنك ده هترسل الاسئلة للطالب الكتروني عشان الناس تتطمن بس بنك الاسئلة ده مؤمن من اي اختراقات او قرصنة يعني عشان بس ايه حكاية التسريب وناس تعمل قرصنة وتختارق النظام مفيش اختراقات ولا قرصنة وبتعتمد السنوية التراكمية على تغيير معايير التقييم والامتحانات وفلسفة التعليم يعني هتبقى الامور في معايير جديد نظام الجديد للسنوية هيبدأ تطبيقه بالمناهج الحالية حتى يتم تغييرها المناهج اللي موجودة لحد ما تتطور المناهج هيتم تسليم طلاب السنوية العامة اجهزة تابلت محمل عليها المناهج بجانب الكتاب المدرسي فالكتاب المدرسي مش هينتهي مرة واحدة مش هينقرد مرة واحدة لا هيبقى النظامين مع بعض وبعدين هيتم تسليم جميع معلم المرحلة السنوية اجهزة تابلت برد اجهزة التابلت دي هتسلم للمعلمين والطلاب مجانا والدولة هتأمن على اجهزة التابلت من الضياع او التلف ومش هيتم استرجاعها من الطلاب مرة تاني طيب هيتم توفير باقات انترنت مجانية فائقة السرعة بالمدارس والنظام الجديد للسنوية العامة هيشترط عدم تخطي الطلاب نسبة الغياب المقررة قانون عشان المسائل تتزبط واللي هيتخطاها مش هيدخل الامتحان مش هيوصله اصلا على التابلت يعني ايه تعارفين مش هنقعد بقى يقولك عشان خاطري وابننا وظروف ومر بحاجات الحاجات اللي بتحصل دي فاللي هيتخطى نسبة الغياب مش هيوصله الامتحان اصلا المعلم هو اللي هيسجل غياب الطلاب هو هيكون مجرد ناقل للمعلومة داخل الفصل ولن يتدخل في الامتحان او تقييم الطالب فده عشان يضربوا الدروس خصيف مقر مش هيكون فيه وسيط بشري بين بنك الاسئلة والطلاب فمش هيبقى فيه تسريب تطوير المعلمين بالمرحلتين الابتدائية والسنوية على النظام الجديد هيكون فيه زيادة التركيز على تدريب معلمي رياض الاطفال على احدث الطرق الدولية والمعلمين هيشاركوا في وضع بنوك الاسئلة على ان يتم الاختيار من بينها بشكل عشوائي لكل مدرسة هيتم الغاء التقسيم لشعبتين علمي وادبي في السنوية العامة بعد 12 سنة من الان يعني بعد 12 سنة مش هيبقى فيه علمي وادبي وده مع وصول اول دفع في نظام التعليم الجديد مرحلة كيجي العام المقبل مع استمرارهم الان هيبقى فيه دراسة العلوم والرياضة بالانجليزي بداية من المرحلة الاعدادية في المرحلة بس دقيقة هتكون الدراسة باللغة العربية بس فأولادنا في المدارس الحكومية في الاعدادة هيدرس العلوم والرياضة بالانجليزي تصحيح الامتحانات هيكون بشكل الكتروني وسري عن طريق المعلمين لسنوات النقل وفيما يخص السنوية سيكون التصحيح خاص بجهة سيادية بالوزارة اخر حاجة هي النظام ده فيه تخفيف المناهج بالنسبة للصفوف الابتدائية والاعدادية التي لم يشملها التطوير لحين تغييرها بالكامل يعني هنا ايه انا انا عملت ده ليه يعني قلت المعلومات ده ليه لان احنا كل شوية لازم نتكلم في نظام عشان الناس تفهموا لازم الناس تفهموا ولازم الناس تعرف ولادها يتعلموا ازاي وتبقى متطمنة وعايز اقول على حاجة السؤال محرمش ولما الناس بتسأل او بتعترض او بتبدي تخوفات برضو الوزارة ما تزعلش وما يقولوش الناس بيعطلونا والناس بيعقونا واحنا بنعمل حاجة عظيمة ايو انت بتعمل حاجة عظيمة بس انا من حقي افهم ومن حقي اسأل فاحنا قلنا المعلومات دي وكل ما هيكون متاح بالنسبة لنا نتكلم على السنوية ان شاء الله هنعمل ده المسألة المسألة انا زي ما قلت مبارح انت مش قدام انك بتلغي ستة وترجع خمسة الحاجات دي انت قدام تغيير كامل كامل لمنظومة التعليم في مصر هذه المنظومة هتصلح التعليم اه هتصلح وخلينا اقول تاني زي ما قلت مبارح يا جماعة احنا عايزين عندنا التعليم بايز عندنا وزير وحكومة وقيادة سياسية بتقول ده نظام هيغير التعليم في مصر طيب خلينا ماشيين مع هذا النظام وزي ما قلت لكم بارح يعني يا صابت يا اتنين عور يعني هو لو النظام ده فشل مثلا النظام اللي كان حلو هيبوز عندنا تعليم بايز